طيب، إزاي أعرف نقاط للضعف اللي عادي حلو جداً، وقبل ما نبدأ بس نقول إزاي نعرفها تعال نشوف الناس بتوع العلم دول حتقول لها تعريف جديد قال لك كل ما نقول للإنسان نقاط ضعف، نقاط ضعف هنكئبه ونقفله من الحاجة بدأوا يتكلموا عليها مش أزاويكنيس بوينت بيتقال عليها أرياف دوفالبمنت منطقة محتاجة تطوير فحي فإحنا حتى زي ما قلت لك الناس دي بتختار تعبيرها ترائع أحسو بالله يعني أنا زي أقول لك ده الإنسان كل ما بيقعد يتقلوا شيء معين بطريقة معينة يترسق في ذلك اللا وعي هو بيحس إن أنا أنا أنت عندك نقط ضعفك إيه كل ما حد مسأله تقول له نقط ضعفك إيه يقول لك نقط ضعفي إن أنا ما بتكسف إن أنا مش عارفة إيه فيفضل كل ما حد ما يقابله يبقى المفودي يتكلم معاه يقول إيه ده أنا أتكلم ده النقط ضعفي إن أنا بتكسف ارجع يا ابني نقط ضعفك ويروح عامل كده فلما يحس إن هو دي منطقة محتاجة أطورها أول لما يتحط في موقف يقول إيه أنا محتاجة أطورها يبقى محتاجة أجرب يبقى محتاجة أتعلم حاجة أطبقها في النقطة دي فيتقال عليها أريا في تفلوب منت عندنا كل واحد فينا زي ما قلنا بسهولة جدا بيعمل تسكات الناس بيبزلوا مجودة عشان يعملوها هو هيلاقي نفسه فيه حاجات بيلاقي صعوبة فظيعة إن هو بيعملها والناس اللي حوالي بيعملوها بسهولة يعني فيه ناس مثلا إن هو يعني زي ما تقول كده إيه يقعد يركز في إن هو يرتب حاجة أنا عندي مشكلة أنا بعرفش قعد الديني تفاصيل صغيرة أو يقعد أرتبها معرفش ديني الشكل الكبير كده ودخل فكرة في فكرة وقعد ألزق حاجاتها على الحيطة ولف ودور في القوضة وبتاعنا زي الفل قعد بقى قولي اعمل تسكات منظمة كده أقول لك لأ محتاج حد في حياتي يجي يرتب لي شوية الحاجات دي فأنا فيه حاجة بعملها بصعوبة نقدر نقول عليها أريا في ديفولبنت بس الناس الجميلة دي بتقترح حاجة جميلة جدا بيقول لك إيه لو سمحت ركز الأول على السترانسز بتاعتك قبل ما تضيع وقتك كله على إن أنت تطور حاجات أنت ضعيف فيها هنأتي مثال حلو لو أنت النهاردة مثلا بتلعب تنس مثلا وإنت رجل أشوال زي حالتي كان هل الأفضل إن إحنا نركز عن أنت تقعد تلعب الكورة بإيه دك الشمال ولا نخدك في النقطة اللي محتاجة تطوير عندك إن نحط لك المضرب في إيدك اليمين ونقضي الأسبوع كله بنتمرنا عيدك اليمين مهما تحطينا مجهود في إيدك اليمين عمرها ما تبقى سوبر زي إيدك الشمال فرقهم واحد الناس هنا بيقول لك إيه لو سمحت ركز أكتر عن أنت تطور اللي أنت قوي فيه لأنه هو ده اللي هيخليك استثنائي وشاطر وناجح في شيء ما طيب هنيجي نقول طب ما التجاهل ده والهروب ده مش أحسن حاجة فيقول لك إحنا بنقسم نقطة الضعف لزاويتين أول زاوية هو شيء أنا مجبر عليه حاجة أنا لازم أعملها أنت دلوقتي موظف في شركة وفي عندك تسكاية من الوظيفة بتاعتك لازم تعملها وهي في نقطة الضعفة عندك فهنا دي حاجة أنت مجبر أن أنت تتمرن عليها واتطور نفسك فيها طيب فيه واحدة تانية بيقول لك أحيانا أنت تفكر أنك مجبر بس في الحقيقة أنت مش مجبر خالص التانية دي بعض الحاجات بممكن نحلها بالتعاون مع شخص آخر بيكمل النقطة اللي عندي كان فيه قصة جميلة كده جدا عن رجل بيعمل أحزية في باريس مش فاكر اسمه وكان مكتوب هنا في الكتاب الراجل ده كان شاطر جدا وكانه العملاء بيقوله أنه هو أحسن واحد بيعمل جزم هند ميت في العالم الراجل ده كان عنده مشكلة أنه هو بيصنع تلاتين حزاء يعني وبيبيحهم في الأسبوع رغم أنه هو عنده قدرة أنه هو يعمل أكتر من كده بكتير فجي واحد قال له أنت يعني ليه الزنقة دي يعني قال له أنا بص بيصنع جزم حلو ايو بس أنزل أبيحها بقى وقف وقل له دي بتاع وحطها لي عندك في المحل بتاعك وانت هات الفلوس ولف وعمل ما بقدرش فبضيع مجهود كبير جدا في الأسبوع أنه أنا أبتدي أبيع الحاجة دي وحصل فلوسها فصاحبه ده راح أهرفه على واحد هو أصلا بتاع سيلزوموكسي قال له بص يا باشا قعد أنت هنا زي البرينس قعد صنع الأحزاء بتاعتك وأنا كلما أتصنع هاخد وانزل أبيع بقى بيبيع في الأسبوع 100 حزاء ليه؟ هو مركز على السرينس بتاعته وتعاون مع حد يشتغل على السرينس التانية اشتغل على السرينس التانية